من يتابع شأن المحلي الليبي سيجد أن ليبيا ما زالت عليقة بعدة ملفات حيوية أبرزها ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الذي شهد تأييدا دوليا واسعا وفي ذات الوقت واجه عنادا أيضا ما يؤدي إلى عرقلة حركة المسار السياسي ويقوض الجهود المبدولة نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده هذا العناد في الحقيقة لا يصدر حاليا إلا من الجانب التركي الذي ما يزال يكابر في تنفيذ المطالبات التي طلبت منها حول إخراج قواتها من ليبيا حيث إن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوص أكار الأخيرة عدها مراقبون للشأن المحلي الليبي أنها تزيد من التوتر حول هذا الملف حيث أن أكار عد بلاده أنها لا تلعب دور قوات أجنبية في ليبيا مبينا أنها تقوم بتنفيذ أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية بموجب الاتفاقات الموقعة بين البلدين بحسب قوله وليس هذا وحسب بل زعم أكار أن بلاده لا تحارب لأجل أمنها فقط بل من أجل السلام والهدوء والأمن في البلدان الصديقة والشقيقة كما أن أنقرة وطرابلس لديهما روابط أخوية تزيد عن 500 عام مشيرا إلى أن أي تطور باسم الاستقرار في ليبيا ساعد في بداية العملية السياسية الحالية قد كان ممكنا بمساهمات تركيا لافتا إلى أن سلطات الليبية تعبر أيضا عن هذه الحقيقة فهدفنا ليبيا ملك للليبيين وضمان سلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية بفهمها والمساهمة في تكوين ليبيا تعيش في سلام واستقرار بحسب قوله يبدو أن تصريحات أكار لم تتوقف عند تصريحات رئاسة التركية الصادرة في وقت سابق حول رفض تسمية قواتها الأجنبية في ليبيا بالمرتزقة واعتقادها أن التعامل مع هذا الملف يعد أسلوبا خاطئا بل ها هو اليوم يزيد الطينبلة ويعاود إثبات العناد التركي في هذا الملف أمام المجتمع الدولي فإلى أين تريد أن تصل تركيا في هذا الملف؟ ومتى ستحسم الجدل المثار حوله؟ وهل ضربت بعرض الحائط كل الضغوطات الدولية التي أحيطت بها كالضغوطات الأوروبية والأمريكية؟ والتي وضحت لها بأن عنادها قد يعرضها لعزلة دبلوماسية واقتصادية غير متوقعة أم أن تلك الضغوطات لا تكفي لأجل إزاحة تركيا عن المشهد السياسي الليبي؟ فهل إذن سنشهد مزيدا من أوراق الضغط في هذا الملف؟ ترجمة نانسي قنقر